السلام عليكم ورحمة الله عندي حل أسئلة علم الأرض أسئلة الفصل الثالث صفحة 77 و 78 السؤال الأول أملأ الفراغات الآتية أولاً التربة المتبقية تشبه المصدر الصخري وحجم الحبيبات من ناحية التركيب المعدني والتربة المنقولة تنقل بالرياح والمياه اثنين تقوم النباتات بتكسير الصخور عن طريق مت جذورها في داخل الصخور وثلاثة يفضل المزارعون زراعة البقوليات لتحسين خصوبة التربة أربعة تأكسد عبارة عن اتحاد غاز الأوكسجين من العناصر والمراكبات الأخرى وخمسة المنطقة العلوية من التربة تمثل نطاق سطح التربة هنا عندنا التعاريف أولاً التجويه كتبت لكم بس اسم الصفحات التجويه صفحة 54 التعرية صفحة 73 خصوبة التربة صفحة 71 التكربون صفحة 59 الذوبان صفحة 60 الدورة الزراعية صفحة 76 حسنا نجاوب على الإجابات القصيرة السؤال الثالث أولاً كيف يختلف الوشاح الصخري عن التربة؟ أقول يكون الوشاح الصخري تحت التربة أي هو الحطام الذي يقع تحت طبقة التربة مباشرة أثنين لماذا تعد التربة؟ أداة رابطة مهمة في النظام البيئي الأرضي لأنها تستجيب التفاعلات والتغيرات التي تحدث في النظام البيئي وتغير خواصها تدريجية لحين الوصول لحالة التوازن الكيميائي الثلاثة كيف أثرت الفعاليات الإنسانية في معدلات تعرية التربة؟ الجواب في الماضي كانت عمليات التعرية أبطأ حيث كانت التربية محمية ومغطاة بالأشجار والحشائج لكن الزراعة والحفر والبناء أدى إلى إزالة النباتات التي تثبت التربة الأمر الذي أدى إلى زيادة معدلات التعرية أربعاً ما تأثير الدورة الزراعية في التربة؟ أن زراعة المحصول الزراعي نفسه سنة بعد سنة في نفس الحقل يؤدي إلى فقدان التربة لخصوبته خمسة كيف يؤثر فقدان التربة في الحيوانات الأرضية؟ يؤدي إلى فقدان ما هو الحيوانات مثل أنواع ديدان الأرض والعناكب والنمل وبعض القوارض انتقل إلى سفحة 78 اختر الإجابة الصحيحة السؤال الرابع أولاً العواصف الصفراء التي تهب على العراق تسمى تربة اللوصباء اثنين عملية اتحاد الماء مع بعض المعادل المكون ويسمى بالمعادل المائية جيم التميؤ ثلاثة نطاق تحت التربة يقع أسفل سطح التربة وفق الصخر الأصلي ويترج إليه يسمى بالانتقال الجو الرطب يساعد على تكوين التربة في وقت قصير خمسة فقدان نطاق سطح التربة يحصل في التربة القلوية بسبب التعريق ستة تساعد الحيوانات الحافرة والديدان على إيدال نظوب التربة حسنا نجي على السؤال الخامس يقول استعمل الصور والأشكال التوضيحية استعمل الصور والأشكال التوضيحية ينطلق غاز ثناي وكسيد الكاربون وبعض الغازات الحامضية الأخرى مثل ثناي وكسيد الكبريت في الجو نتيجة حرق الوقود الأحفوري في المعامل شنو اللي نقول نقول نعم أقول لك غاز أقول لك غاز ثناي وكسيد الكاربون غاز يقول ماذا هو هذا هو أولا ينطلق غاز هذه الأسئلة ماذا يحصل عند اتحاد هذه الغازات مع مياه الأمطار تصبح مياه الأمطار حامضية عنده تفاعلها مع تصبح مياه الأمطار حامضية تصبح مياه الأمطار حامضية عند تفاعلها مع غاز ثناي وكسيد الكاربون مع تفاعلها في غاز ثناي وكسيد الكاربون الذي ينتج من مداخل المعامل ما تأثير ذلك في الصخور والتربة يؤدي إلى تفكك الصخور الكرسية هم هم شكرا